في عشر ولايات جنوبية تركيا أضرار يصعب استعابها ومحاولة للملمة ركام المباني المهدمة جراء الزلزال العنيف حجم الدمار يتاسع أمام محاولات الحكومة التركية لتهدئة الانتقادات التي طالتها بسبب بطء الاستجابة للزلزال والكشف عن مخالفات بناء ارتقت إلى تحقيقات في اتهامات فساد آخر محاولات الاحتواء كان قرار السلطات بناء مباني سكنية عالية الجودة وآمنة لتلبية احتياجات المتضررين في المناطق المتضررة بأكملها في عام واحد بدءا من مارس المقبل ستبدأ الحكومة في بناء ثلاثين ألف منزل جديد لكن هذا العدد يراه خبراء أقل من ضعف المباني المهدمة جراء الزلزال في الوقت ذاته قدرت الأضرار الاقتصادية بسبب المباني السكنية والبنية التحتية بالمليارات محاولات لبناء جديد تواكبها تحركات أخرى لرأب صدع المباني المعرضة للانهيار انتشار لفرق تقييم هندسي لوضع علامات هدم على المباني المصابة بأي صدع يزيد عرضه عن ثلاثة مليمترات أو ثلاثة شقوق أصغر أو كسر في أعمدة خرسانية وذلك في ظل تخوفات من أن تطال الخسائر إسطنبول هناك خطر بإنهيار نحو تسعين ألف مبنى إذا ضرب زلزال آخر مدينة إسطنبول أدعو لتحرك فوري لتحسين الهياكل والمباني بما يتماشى مع قوانين البناء خيام ومراكز إيواء تنتشر في أنحاء جنوب تركيا وصراع مع الزمن ومخالفات الماضي في محاولة لتخفيف الضرر عن مليوني مواطن تركي جراء الزلزال العنيف علي السمان العربية